السلام عليكم هاته الفيديو ان شاء الله رح يكون شرح لتاني محاضرة من محاضرات الامينولوجي اللي رح نحكي فيها عن innate immune cells and infoid organs رح تلازوا اني غيرت اسم المحاضرة عشان الترتيب كلها تغيرت بطريقة ان يكون هدول هم الموضوعين الوحيدين اللي رح نحكي عنهم فيها المحاضرة مبدئيا رح يصير الترتيب كالآتي بالبداية رح نحكي بطريقة مختصرة عن الفرق بين active immunity وال passive immunity وبعدين رح نبلش بالموضوعين الاساسيين اللي هم innate immune cells رح نطلع على كل خلية من اللي هي بتلعب دور بال innate immunity ورح نشوف كيف بتهاجم ال pathogens اللي بنتعرض لها بعدين رح نحكي عن lymphoid organs اللي هم bone marrow thymus وال lymph nodes وال spleen رح نحكي عن الشكل تبعهم وال components وال function وكل هاي التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبلش مبدئيا زي ما حكينا رح نحكي بطريقة مختصرة شو الفرق بين ال active وال passive immunity ممكن هاي فكرة active immunity او passive immunity تكون كلمة جديدة علينا بس الموضوع جدا جدا بسط بكل اختصار ممكن نحكي انه active هي لما الجسم بحد ذاته يعمل antibodies وال passive هي لما احنا نعطي الشخص الantibodies تكون شخص اخر عمل الantibodies واحنا اخدناها على الجاهز فالactive بيكون انه صار عندي induction صار عندي stimulation للimmune cells على اساس انه اتكون لي antibodies ممكن يكون هذا previous exposure للantibodies زي ما حكينا بروح يكون antibodies وبيطلع عندي memory cells وبصير فيه عند الشخص active immunity هو بحد ذاته تعرض للانتجن سواء كان حقيقي يعني الانتجن بحد ذاته هو فعليا انصاب او انه احنا اعطينا الشخص انتجن عن طريق الوقاح هو جسمه صار فيه عنده immune response وكون antibodies بما انه هو اللي كون الantibodies هو اللي كون الممري cells هيك انا بعتبر انه صار عنده active immunity تمام؟ اما ال passive رح تكون انه الشخص استلم antibodies واستلم الممري cells والليمفوسايت جاهزة بتكون هاي الantibodies وهاي الليمفوسايت already عندها recognition already هي خلينا نقول specifically targeting خلينا نحكي ال pathogen اللي انا بدي احمي حالي منه فمتى بصير عندي هذا الاشي بصير لو كمثال يعني كيف الامهات بيكونوا عاملين antibodies ضد pathogens common فلما يصير فيه عندي breastfeeding antibodies بتنتقل للفيتس بتنتقل للفيتس عن طريق البلاسنتا وبرضو وقت ال breastfeeding او ممكن احنا شخص بلاقيه immune compromised وبكون خايف عليه انه ينصاب والاصابة تأثر عليه بطريقة سيئة بنروح نعطي antibodies تقاوم ال pathogen بتكون جاهزة خلص بص بنروح من دخلها على جسمه فهاي الفرق بين active immunity وال passive immunity فخلينا نبلش باول موضوع بالمحاضرة اللي هو زي ما حكينا innate immune cells بالبداية بدي اتأفهم واعرف انه كل الخلايا بتيجي من precursor واحد اللي هم يعني كل ياتهم جاي من stem cell واحد كل خلايا الدم سوري كل خلايا الدم جاي من stem cell واحد اللي هو hematopoietic stem cells hemato يعني blood poetic يعني making pha هما stem cells اللي بيعملوا الدم هدول رح يعطوني two kinds of multi potent progenitor يعني رح يصير differentiation وتتأثم له جزئين كل واحدة منهم stem cells رح تطلع عندي progenitor cells ال progenitor هاي بسميها multi potent يعني عندها القدرة انه تعطيني اكتر من خلية مختلفة اوكي واحدة هي اللي رح تكون الليمفويد cells اوكي زي ال b cells وال t cells وال natural killer والتاني رح تعطيني ال myeloid cells اللي هي باقي خلايا الدم ال common lymphoid progenitor زي ما حكينا رح تعطيني t cells وال b cells اما ال common myeloid megacaryocyte erythroid progenitor زي هيتشوفوا صار الاسم كتير طويل بالبداية احنا حكينا myeloid cells اه وانا حكيت انه ايش هي باقي خلايا الدم فخلايا الدم هم كتير انواع في عند ال myeloid اللي هي اه خلنا نحكي اه هم ال innate immune cells megacaryocytes اللي هي رح تعطيني ال platelets وال erythroid اللي هي رح تعطيني ال RBCs هذا ال progenitor زي ما حكينا رح تعطيني بالاخير تتعمل كمان differentiation وبتعطي erythroid megacaryocytic granulocytic and monocytic lineages فممكن لو نشوفها صورة كتير احسن زي ما حكينا في عندي ال hematopoietic stem cells رح تتقسم ل two progenitor cells عندي lymphoid progenitor وال myeloid progenitor ال lymphoid رح تعطيني والثلاث انواع ال natural killer وال T lymphocytes وال B lymphocytes هاي سهل حفظها بس بعدين ايش؟ رح نطلع على myeloid progenitor رحي رح تعطي كتير انواع اه فجزء منها رح يعمل differentiation على اساس يعطي erythroid اللي بالاخير تتحول ل red blood cells جزء تاني منها رح يعطيني granulocytes يعني عبارة عن خلايا ضم بيضاء فيها حويصلات اوكي؟ و اه جزء رح يكون اللي هو المونوسيت granulomonocyte اللي بيعطيني الماكروفيجز والنيوتروفيز وكل هاي الاشياء تمام؟ فالstem cells بيكون فيه علي فطحهم top main proteins اللي هما CD34 والstem cell antigen 1 اوكي؟ اه هادا اشي اتوقع انه مش كتير لازم ندقق عليه بس يعني انا بدي اعرف انه بيكون فيه عندي اه خلية هيماتوبويتك استمثل بتروح بتتعرض سوري بتعطيني cytokines هاي cytokines بتروح تحفز مستعمرة كاملة من الخلايا على اساس انه يتحولوا لنوع معين من الخلايا ويعطوني specific اه يعني blood cells specific يعني نوع معين من الخلايا نوع معين من هاي الخلايا اوكي؟ فبصراحة ممكن شويه كما خربط عجمج عارفة ادي لازم اشرح عن هذا الموضوع صوصا انه الدكتورة ما حسيتها كتير ركزت عليها فانا بس بدي اعرف انه كل الخلايا سواء كانت اللي هي خلايا الدم سواء ال red blood cells او white blood cells جايين من الهيماتوبويتك وبعد ان هاي الهيماتوبويتك كي بتنقسم اسمين جزء رح يكون lymphoid وجزء رح يكون myloid ال lymphoid رح تعطي T والB والnatural killer اما myloid رح تعطيني باقي الخلايا منهم ال red blood cells والwhite blood cells هلا الwhite blood cells انا مقدر اصنفهم بطريقتين يعني احكي انهم هم granulocytes يعني فيهم حويصلة او بحكي انهم هم monocytes فرح يكون الوضع يعتمد على الشكل يعني وانه كيف فيهم بس اللي نيوكلياس يعني هو هذا المنشاف ورضو في عندي اللي platelets اللي بتطلع بس ما بدنا ندقى عليهم هلا اوكي زي ما قلنا انا اللي بطلع عندي من هاي الميلويد برجنيتر اغلب ال innate immune cells طيب مين هم من ال innate immune cells اساسا انا كيف ممكن اصنفهم بطل اصنفهم واحدة من الطرق هي انه كيف الطريقة اللي بهاجموا فيها ال pathogen في عندي خلايا بتكون phagocytic يعني بتلتهم ال pathogen وفي عندي خلايا non phagocytic هاي رح تقتل ال pathogen extra cellularly يعني رح تطلع وتفرز انزيمات واشياء اللي هي تقتل ال pathogen من برا اوكي ال phagocytic cells هما neutrophils وال mononuclear phagocytes او ممكن اسميهم ال macrophages طيب ال neutrophils رح نحكي عنهم بكل تفصيل هما اكتر نوع من الخلايا white blood cells وهم برضو main phagocytic cells يعني هما المسؤولين بشكل كبير عن phagocytosis اللي بصير بش اسمنا بعدين عندي المونونيوكلير phagocytes او اللي هم ممكن اسموهم macrophages هدولا بكونوا عم بيساعدوا بال acquire دعني اوكي هم جزء من ال innate immune cells بس برضو بيلعبوا دور مهم بال adaptive immune system اللي هم اكتر من اسم على حسب هم موين موجدين لو هاي المونونيوكلير phagocytes صارت بال liver بسميها couper cells لو كانت بال connective tissue رح سميها histocytes لما تكون bone marrow او spleen او lymph nodes بسميها ايش macrophage اما بال skin رح سميها langerhans cell bone osteoclast kidney mesangial brain microglial وبال blood بيكون اسمها monocyte اوكي؟ هاي بالنسبة للخلايا اللي بتعمل phagocytosis الخلايا اللي ما بتعمل phagocytosis وبتقتل من برا هم رح يكونوا natural carrier cells اللي هي بتطلع الليمفويد يعني واحدة من الليمفويد والزينوفيلز والبيزوفيلز رح نحكي عنهم بالتفصيل بعد شوي نبلش بالبداية على نوع برضه من ال innate immune cells لازم تعرف عليه اللي هو dendritic cells dendritic يعني هاي اساسا الشعيبات خليلين نحكي او اه يعني زي تقريبا شكلها بيكون شجيري يعني زي الشجيره اوكي هي الهدف او الرئيس تبع الوظيفة الرئيسية تبعتها انه تلتهي من الانتجن وبعدين تظهر تظهره للمفويد اوكي فبهيك انا بعتبر انه dendritic cells بتصرفه ك antigen presenting cells حكينا عنها بالمحاضرة الماضية وهي ايش كتير رح نحكي عنه antigen presenting cells هي خلية رح تعمل phagocytosis وبعدين تطلع جزء من الانتجن على سطحها على اساس يصير في عندي stimulation للadaptive immune system اوكي طيب انا بدعرف برضو انه هاي dendritic cells رح الاقيها موجودة بكميات قليلة يعني ببعض الانسجة اللي بتكون مواجهة ال external environment اللي هي بفتحات الجسم زي مثلا بالskin وهونا بالskin لما يكون عندي dendritic cells رح اسميهم ايش langerhans cells اوكي مثلا برضو زي ما حكينا بفتحات الجسم يعني عند ال inner lining تبعية الانف بالرئة بالمعدة بالامعاء كل هاي الاماكن اللي بتكون خلينا نقول اول التقاء اوكي وبرضو ممكن الاقيهم بالدم بس بيكونوا بحالة immature طيب هدولة لما يصيروا immature وين رح يروحوا لما يكون عندهم ال dendritic cells صار لهم اكتيفاشن وعملوا فاقوسايتوز للانتجن وين رح يروحوا رح يروحوا للمفويت تيشوز على اساس انهم يروح يرتبطوا مع التيسلز والبيسلز ويفرجوهم الانتجنز اللي تعرضوا لها الجسم لما يفرجوهم الانتجنز هيك بصير في عندي ايش الديفرينشييشن للتيسلز والبيسلز وبالشو يشتغلوا هلا اه لو برضو بطلع على شكلهم زي ما حكينا رح يكون فيه الهم اه برانشت برويكشنز زي هيك عامل شكلها زي الشجيرة فعشان هيك بسميها دندريتك في عندي اربع انواع من الدندريتك سلز مايلويد دندريتك سلز ليمفويد فوليكولر وبلازمو اه بلازما ساي ساريه بلازما سايتويد المايلويد دندريتك سلز هاي اصلها بتكون ماكروفيجزة كتير موجودة موجودة باكتر مكان common يعني كتير موجودة diffused localization يعني مش موجودة بمكان معين لا هي منتشرة بالجسم واللي بتعمله انه تلتهم الانتجنز وبتظهرها على سطحها على اساس بتعمل activation لتي سلز بعدين عندي الليمفويد دندريتك سلز هاي اصلها ليمفو سايت اوريجن يعني لو نيجي نطلع بتكون ايجت من هنا ليمفو سايت اوريجن اوكي وبتروح وظيفتها انه تجيب الخلايا لمكان الانفكشن فهي بتلعب دور بالكيمو تاكسز زي ما حكينا بالمحاضرة الماضية بعدين عندي الفوليكلر دندريتك سلز اضي محاضرة الماضي يعني احنا حكينا عن الكيمو تاكسز بالمحاضرة الماضية بس ما حاجة من السيارة الإيمفويد دندرتك اوكي ثالث نوع هو Follicular Dendritic Cells هاي لها المزن قايم الارجن لما احكي مزن قايم الارجن بكون عم بوصف اللي هي الليارز تبعة الامبريولوجي يعني هاي شغلة بالامبريولوجي موين بلقيهم باللينف نوتس فهمشو وظيفتهم بتكون انه يعمل اكتيفاشن للبي سلس اذا المايلويد رح تعمل اكتيفاشن للتي سلس والفوليكيلر رح تعمل اكتيفاشن للبي سلس بعدين اخر نوع اللي هو البلازما سايتويد هاي دولة الخلايا بكونوا من اول الخلايا اللي بيهاجموا الفيرل انفكشن لما يدخل فيروس بعطول هما بيكونوا بيعملوا وبحاولوا يهاجموا عشان اساسا لو اطلع عليهم رح تلاقي انه في لهم وظيفة وكتير افعال انه تخليهم مضادات للفيروسات وبيطالعوا يعني سموم تخليهم يقتلوا الفيروسات بطريقة فعالة اوكي؟ هادي بالنسبة للدندرتكسل نبلش بالنوع الثاني من الخلايا اللي هو المونونيوكلير فاقوسايت سيستم او باختصار الهمة الماكروفيجز الماكروفيجز لو اجي اطلع عليهم من ناحية هستولوجي انه تشوفهم تحت المايكروسكوب رح الاقي انه النيوكليز تبعهم يا شكله راوندد او كدنيشيك يعني رح يكون دائري او زي الكليا شكله اوكي؟ والسايتو بلازم تبعه شو فاينلي جرانيولر زي ما انتو شايفين بهاي السورة يعني هيك تقريبا في يوح وبيبات اوكي؟ شو الوظيفة الاساسية تبعتهم؟ هي زي مونونيوكلير فاقوسايتس يعني من واضحة رح يكونوا مسؤولة عن الفاقوسايتس التهام الانتيجنز والباثوجنز طيب ايش مسيرة حياتهم هاي الماكروفيجز؟ ولك انه موما بيطلعوا من البون مارو وهم من اول خلايا اللي بيطلعوا من البون مارو اساسا دول المونوسايتس او الماكروفيجز لما خلاص يلتزموا مكانهم بالنسيج بكون بسميهم ماكروفيجز اوكي خلاص اذا راحوا على نسيج وثبتوا فيو وكانوا خلاص يعني عايشين في هذا النسيج بسميهم ماكروفيجز بس في منهم اه الو اكتر من طريقة انه يكمل حياته ممكن يروحوا يتحولوا لدندريتك سيلز ويروحوا شو يعطوني؟ هاي الخليل يحكينا عنها قبل شوي المايلويد دندريتك سيلز او في بعضهم بيروحوا يعملوا جوينيق مع بعض وبيعطوني الماكروفيجز زي الاستيوكلاست اللي هي الماكروفيج اللي بتكون موجودة بالعضم تمام؟ فهاي هي مسيرة حياة الماكروفيجز طب خلينا نشوف شو وظيفتهم يعني خلينا نحكي اكتر من وظيفة تبعتهم وكيف بصير لهم اكتيفاشن اول واحدة زي ما حكينا اسمهم ماكروفيج ومنحكي عنهم انهم هم الفاقوسايت سيستم اذا اكيد هم مسؤولين عن الفاقوسايتوسز راح تكون وظيفتهم لص وظيفة النيوتروفيجز شو اللي بيساعدهم بوظيفة الفاقوسايتوسز وجود سكفنجر ريسيبترز سكفنجر ريسيبترز حكينا عنهم بالمحاضر الماضي قولنا هدو اللي بيكونوا بسموهم اللي بيسموهم باترنك ريكوغنيشن ريسيبترز بيتعرفوا على البانبز على اساس انه يعملوا استيميليشن للفاقوسايتوسز انه هذا اشي باثوجين هذا اشي فورن لازم يلتهموا بعدين برضه عندهم فاقوسايتوسز عن طريق الاوبسنينز لما يصير عندي مركبات سواء كانت او انتيبودي تشبك بباثوجين وتروح تفرجيه للفاقوسايتز رح ترتبط باوبسنين ريسيبترز هاي الاوبسنين ريسيبترز رح تحكي للفاقوسايت او ليه الماكروفيج انه احنا هلأ شبكنا مع باثوجين فصار وقت انه نلتهمه وهذا بالضبط اللي بصير رح الاقي انه هاي الماكروفيجز رح تلتهم انتيجن انتيبودي كومبليكس يعني اللي رح تكون لو ارتبط عليها انتيبودي وهذا الانتيبودي شابك بانتيجن هي رح تلتهمه زي الوضع اللي بصير مع الفايروسز مثلا الفايروسز رح يكون فيهم اه سري يعني الالتهامهم للفايروسز بيكون عن طريق ريسيبترز هاي الريسيبترز بيتحرفوا على انتيبودي اللي اسمه اي جي جي اي جي هدا رح يكون انتيبودي شبك على الباثوجينز وراح وارتبط مع الماكروفيج فبتلتهمه او عندي كومبليمتز اللي هم سي ثري بي مثلا رح تكون برضو شبكة تبع على الباثوجين وارتبطت مع الماكروفيج على اساس تحكيلو يلا هدا باثوجين التهمه بس الماكروفيجز ما رح يكون في عليهم ريسيبترز للانتيبودي اللي هو اسمه اي جي ام اوكي تاني وظيفة لا الماكروفيجز هي عندي انتيجن تعرضت للباثوجين صغير رح نلتهمه بس والله كتير كبير مستحيل يوسع جوه الخلية شو اللي منعمله منحاول ندمره من برا بانه نطلع له سموم ونطلع انزيمات تفتفته وتكسره فاللي بيصير هو يعني الخلية مرة واحدة بتصير تاخد كمية هائلة من الاكسجن على اساس انه تطلع منهم اكسجن راديكلز الاكسجن راديكلز هاي اشي سام للباثوجينز ولخلايا الجسم فرح الاقي انه لو صار عندي هاي الوظيفة بيكون تسبب عندي تيشو دامج يعني النسيش تقريبا كلها بيكون تدمر عشان صغير عندي اكسجن راديكلز اللي هي زي ما قلنا بتكون سامة للباثوجينز ولخلايا الجسم وبعدين برضو بيطلع عندي ناتريك اوكسايد هذا يعتبر برضو توكسين يعني وبرستوغلاندينز تالت وظيفة للماكروفيجز هي السايتوكاين برودكشن حكينا السايتوكاين هي المركبات اللي بيتواصلوا فيها خلايا المناعة مع بعض فالسايتوكاينز لما يطلعوا بيروحوا ينادوا على أساس يصير عندي كيمو تاكسز والخلايا يتضم البيضاء تيجي لمكان الالتهاب بعدين اخر شغلة هي الانتجن للتيسل صار في عندي انغلف من صار في فاكوسايتوسز للانتجن فتفتنا وطلعنا منه جزء بيبتايد عرضت عرضته بتكون على سطحها بعدين فرجته للتيسل حكيت له شوفي هذا الانتجن دخل على جسمنا فتعرفي عليه بلش يكوني له هجوم مخصص له فهذه هي اخر وظيفة الماكروفيتوس نبلش بالنوع الثالث من الخلايا اللي هو النيوتروفيرز النيوتروفيرز هدولة بعتبارهم جرانيولوسايتز زي ما حكينا الويت بلد سيلز رح أسمهم مونوسايتز و جرانيولوسايتز جرانيولوسايتز هم اللي انا لو بطل عليهم تحت الماكروسكوب رح ألاقي انو عليهم حويصيلات خلينا نحكي هالحويصيلات بسميها ازورو فيلك يعني هي محبة لصبغة الازورو ايجاس جزي هيك النيوتروفيرز لو برضو اطلع عليهم تحت الماكروسكوب رح ألاقي انو نيوكلي يستبعهم شكله غريب شوي عشانو بيكون مقسم ل ثليتو فايف كونيكتد لوبز اللي هي انو رح يكون فيه عندي من ثلاثة لخمس فصوص مرتبطة ببعض فبسمي النيوتروفيرز اسم تاني اللي هو بولي مورفو نيوكليير ليكوسايتز بولي اكتر يعني مورذان او مني مورفو شايب نيوكليير يعني النيوكليز تبعهم بيكون له اكتر من شكل غريب دم بيضاء النيوكليز تبعهم بيكون له اكتر من شكل وبرضو في الهم زي ما حكينا حويصلات جوا السايتو بلازم سايتو بلازمي جرانيولز هاي النيوتروفيرز هي عبارة عن 95% من الجرانيولوسايتز يعني لو اجي اطلع على خلايا الدم البيضاء اللي فيها حويصلات هما زي سمينا هما الوشي شو جرانيولوسايتز رح ألاقي انو النيوتروفيرز عبارة عن 95% منهم هم اول خلايا بيتصرفوا بيكونوا يعني ضمن 24 ساعة وصلوا لما كان الستيميولوس وبلش يعمل فاكوسيتوز ويهاجموا رح ألاقي انو في على سطح النيوتروفيرز ريسبترز اكتر من الريسبترز اللي على الماكروفيجز بعشرين مرة ولو تحكي بالنوع المعين رح يكون في عليهم FC هاي الFC ريسبترز رح ترتبط بايش؟ رح ترتبط بالانتيبادي اللي هو IgG والIGA هدولا بعتبرهم يعني هم رح يرتبطوا على الباثوجينز ويروحوا يودوها للفاكوسيتز على أساس نلتهمهم بسهولة وبرضو الFC ريسبترز هدولا بيش بيكونوا مع الـ فلو اقتصر موضوع النيوتروفيرز ايش وظيفتهم؟ انهم بيقتلوا الـ يعني بيدخلوا الـ جواتهم وبيقتلوا عن طريق ايش؟ عن طريق انزيمات اللي هي ليسوزومة يعني هي رح تكون بتفتفت و specific granules هاي بيكون في حواصلات هاي الحواصلات جواتها ايش بسميها الزروفيل ليسوزوم و specific granules وكي هدولا بيكون فيهم انزيمات بتحطم البكتيريا وبتحطم كتير بتعرض لها جسمنا تاني وظيفة هي الـ اللي بتنادي فيها الـ باقي خلايا المناعة على اساس توصل للمكان وها هي زي ما حكينا العملية اللي سميناها كيمو تاكسز لو نجي نشوف الفاكوسايتوسيز كيف بيصير اللي هي الوظيفة الرئاسية تبعت الـ رح يكون البكتيريا ترتبط بـ سطح الخلية هالي اول شغلة لما ترتبط بسطح الخلية ممكن ترتبط دايركتلي او زي ما حكينا تكون البكتيريا مرتبط عليها انتيبادي او كومبليمت وهذا الاشي يسهل ارتباط البكتيريا بالخلية وصار في عندي ايش بعدين بصير فيه افاجينيشن يعني صار في عندي زي حفرة بسطح الخلية وبلش يطلع سوري افاجينيشن زي مش العكس العكس افاجينيشن انه صارت تطلع عندي اجزاء من خلين نحكي السطح السلمي براين صارت تضحيط بالبكتيريا بسميهم سودو بوديا سودو اللي هي يعني فيك بوديا يعني زي كأنهم ايدين او لمز فيك يعني هي الخلية زي كأنها صنعت ايدين على اساس تدخل فيهم البكتيريا لجواتها البكتيريا بتدخل جوه انجستد وبصير في عندي بادي بسميه فاقوسوم فاقو يعني اللي هو الايتنج وسوم بادي يعني هو الجسم اللي احنا اكلناه هذا الفاقوسوم رح يرتبط مع اللايسوزوم اللايسوزوم هو عبارة عن بودي بيكون موجود بالخلية فيه انزيمات بتحطم اه كتير اشياء ومنها البكتيريا والبيفجنز طيب اللايسوزوم لما دخل مع الفاقوسوم شو اللي صار عندي بلشت الانزيمات اللي جوه اللايسوزوم تشتغل وتفتفت البكتيريا طيب هيا تفتفتنا البكتيريا عملنا لها ديجشن صار وقت انه تطلع البردكت لبره اوكي؟ هاي بالنسبة لنيوتروفيلز نبلش بثالت اه سوري هذا رابع نوع من الخلايا اللي هو الناتشرال كيلر سلز الناتشرال كيلر سلز الناتشرال كيلر سلز هي نوع من انواع الليمفوسايتس احنا حكينا انه الليمفوسايتس اه تلاتة ناتشرال كيلر تي سلز وبي سلز الناتشرال كيلر هي جزء منهم بس رح تكون تنضم للإنيت إميون سيستم مش الادابتف زي البي والتي فيه لهم اسم تاني اللي هو جرانيولر لمفوسايتس اوكي؟ زي ما قلنا هم النوع الثالث من الخلايا اللي بتطلع من الكمون لمفويد برو جي نيدر هلا الناتشرال كيلر سلز هم عبارة عن عشرة بالمية من المونونيوكلير سلز بالدم ورح الاقي انه برضه موجودة بالدم والسبلين بس مش كتير موجودة بالليمفويد أورغنز زي الليمف نود مثلا والثايمس وهي الأشياء اوكي؟ طيب شو بتعمل الناتشرال كيلر سلز؟ الناتشرال كيلر سلز رح تواجه اي الفاروسات رح تواجه اي مشكلة او اي خلية من جسمنا صار فيها اشي غلط شو الاشي الغلط الممكن يكون صار فيها هاي الخلية؟ انه صار فيه جواتها مايكروب ممكن المايكروب يدخل بالخلية ويصير عندي انترا سلولر مايكروب طيب هاي الخلية بطلت خلية نافعة وصارت ممكن تصير داميجنغ فإذا الناتشرال كيلر سلز بتيجي وبتهاجمها غير هيك الناتشرال كيلر سلز رح تهاجم التيومر سلز اللي تعمله ديتكشن ناتشرال كيلر سلز هو ألترد اكسبريشن او سيرفس ام اش سي ون يعني كل الخلايا جسم تقريبا بيطلعولي بروتين على سطحهم اللي هو اسمه ام اش سي ون مايجر هستو كومبتابيليتي كومبليكس ون لما هذا البروتين يتغير شيك لو يصير فيه عندي ألترد اكسبريشن لإلو هذا الحكي بفهم الناتشرال كيلر سل انه الخلية خربت خلية صار لازم هاجمها فهي اللي بتبلش تتصرف لعبين ماتتي سلز تيجي وتكمل الشغل عنها اوكي؟ طيب مين اللي بيشغلهم وشو اللي بيطلعوه احنا حكينا دايما انه الخلايا دام البيضاء بتواصلوا مع بعض عن طريق السايتو كاينز فرح الاقي انه لو طلع عندي السايتو كاينز اللي هما اي اف ان الفا و بيتا هدولا رح يعملوا اكتيفيشن للناتشرال كيلر سلز رح يزيدوا الاكتيفيت تبعتهم طيب مين بيطلعهم اساسا اللي هما فيرالي انفكتد سلز الخلايا اللي بيكون جواتهم فيروس بعدين عندي برضو اكتيفيتد ناتشرال كيلر سلز شو اللي رح يطلعوه شو سايتو كاين اللي رح يطلعوه رح يطلعو ال اي اف ان جاما طيب كيف الطريقة اللي تدعمل الناتشرال كيلر سلز فيها وظيفتهم؟ الناتشرال كيلر سلز رح يكون في عليهم نوعين من الريسابترز نوع بيحفز الوظيفة نوع بيحكي لها يلا يعني نوع لما يرتبط فيه اشي بيحكي لها يلا اقتلي الخلية اللي احنا شبكنا فيها ونوع بيحكي لأ اصبر شوي ممكن لأ خليها عايشي هاي اشي نافع فعندي كيلر اكتيفاشن ريسابترز الريسابترز اللي رح يتفاعل وظيفة القتل وعندي كيلر انهيباشن ريسابترز الريسابترز اللي رح توقف عملية القتل هلا كيلر اكتيفاشن ريسابترز لازم يرتبطوا على شغلة تخليهم يحكموا انه هاي الخلية لازم تموت طيب من الخلايا اللازم يموتوا اللي هم بيكون الخلايا اللي صار فيهم الخلايا اللي خربوا اللي صاروا يطلعوا لي بروتينات غلط وبرضه هدول الريسبترز رح يتعرفوا على موليكولز بتكون على أسطح خلايا هاي الموليكولز ما بتطلع على أسطح خلايا إلا لو كان في عندي سترس إلا لو كانت هاي الخلية صار يعني معرضة لإنجري صار فيها سترس سواء إشي مثلا تيومر أو إشي زي هيك شو هم الموليكولز زي مثلا الـ MICA والـ MICB دولة الريسبترز رح يشوفوا المشاكل ويحكوا للخلية يلا أقتلي بس في ناس فيه ريسبترز تانية رح يكونوا إنه لا بدون هم يتأكدوا هل فعليا هاي الخلية لازم نقتلها ولا لا فهم كل الانهيبشن الريسبترز طالما الخلية طالما هاي ريسبترز شايفة إنه الخلية اللي إحنا بدنا نهاجمها وضعها منيح وفيها MHC بروتينز منيحة هذا الحكي معناه إنه مش لازم نقتلها ما هي عليها MHC بروتينز ليش نقتلها أوكي فبيصير موضوع نقاش بصير فيه إنه الـ CAR بتشتغل و-K-A-R بيشتغلوا وبالأخير القرار القرار القتل بيكون النتيجة المحصلة من الـ Activating Receptors والـ Inhibitory Receptors خلينا نشوف صورة للموضوع بحكي لها إحنا زي ما حكينا فيه عندي Killer Activation Receptors و-Killer Inhibition Receptors عندي Natural Killer Cell واجهت خلية طبيعية خلينا نحكي أو إنه انفكتت بس وضعها لسه مش كتير سيئة وضعها لسه يعني مش ما في أمل فيها اللي رح يصير إيش إنه الـ Killer Activation Receptors رحي أربع الخلية ويرتبطوا مع Stress Related Molecules اللي هي زي الـ MICA مثلا أو MICB وتحكي هاي الخلية فيها عندها Stress إذن لازم نقتلها بس شو اللي بيصير بعدين بتيجي عنا الـ Killer Inhibition Receptors وبترتبط مع الـ MHC Proteins اللي موجودين على سطح هاي الخلية وبتحكي له والله هاي الخلية فيه على سطحها عدد كافي وعدد منيح من الـ MHC Proteins فإذن هي لسه فيها أمل ولسه تمنيحة بلعش نقتلها فغل بتقتلها تاني سيناريو هي خلية لازم تنقتل اللي بيصير نفس الحكي بالبداية الـ Killer Inhibition Receptors تيجي بترتبط على Stress Related Molecules اللي هي زي الـ MICA والـ MICB ارتبطت عليها وحكي هنا يلا لازم نقتلها إجت الـ Killer Inhibition Receptors بدها تعطي الخلية فرصة تانية أعدت تدور على MHC Proteins ما لقت حدد كافي من الـ MHC Proteins فشو صارت ما صار لهم Activation High Receptors فبهيك بيكون صار عندي قرار إنه هاي الخلية لازم تنقتل أوكي فهاي طريقة من الطرق اللي بتطرق فيها الـ Natural Killer Cells بعدين برضو إحنا زي ما حكينا الـ Natural Killer Cells في عليهم Option Receptors هدولا رح يكونوا موجودين على أساس يرتبطوا مع الـ Antibodies الـ Antibodies رح يكونوا من الأساس مرتبطين مع Viruses يعني رح يكونوا مرتبطين مع Pathogens شو هم الـ Antibodies اتول الـ IgG الـ IgG IgG1 والـ IgG3 في على سطح الـ Natural Killer Cells Receptors لهاي الـ Antibodies اللي هم FC-Gamma-R111 و CD-60 لما ارتبطوا الـ Receptors هاي مع الـ Antibodies هيك بتخل بصير انه Natural Killer Cells لازم تؤتل الخلايا اللي هاي الـ Antibodies محيطة فيهم فهاي العملية اللي هي انه Antibodies يشبك بـ Pathogen من جهة و Natural Killer Cells من جهة تانية ويخلي الـ Antibodies Natural Killer Cells تؤتل الـ Pathogen او الخلية هذا الحكي بسميه Antibodies Dependent Cell Mediated Cyto-Toxicity اوكي رابع شغلة ورابع وظيفة او خلينا نحكي رابع ريسكتر موجودة على سطح Natural Killer Cells اللي بخليها تؤتل بطريقة جديدة هو الـ Fast Ligens بيكون فيه عني على سطح Natural Clear Cells Fast Ligens هدولا بيرتبطوا مع Fast Receptors على أسطح الخلايا الفاس Receptors عموماً بيكونوا على خلايانا احنا وخصوصاً مثلاً T-Cells رح يجي هذا Fast Ligens يرتبط مع الفاس اللي على T-Cell مثلاً ويشغل فيها Pathway لقتل نفسها يعني Pathway لأ L-Apoptosis طريقة إنه يشغل كم من إنزيم يحكي لها الخلية إنه يلاً اعملي L-Apoptosis انت دورك انتهى موتي هيك بيسيق اللي بيصير فهاي واحدة من الطرق اللي Natural Killer Cells بتؤطل فيها Activated T-Cells بعد ما احنا نكون خلص دورهم أوكي فهونا صورة للموضوع هاي T-Cell اللي بيكون فيه على سطحها Fast Receptor الفاس ligand تبع Natural Killer Cells رح يجي يرتبط مع الفاس اللي على T-Cell لما يرتبطوا رح يصير فيه Activation اللي هم انزيمات بتشغل الابوبتوسيز اشتغل الابوبتوسيز يعني الخلية عملات انتحار خلينا نحكي اوكي هاد بالنسبة ل Natural Killer Cell بدنا نشوف برضو اخر شغلة ايش الطريقة اللي بتؤطل فيها بالزبط يعني من ناحية الانزيمات وهيك رح ألاقي انه هي رح تؤطل الخلايا Directly على طول بس عن طريقة Extracelular أو Indirectly هلأ Direct Extracelular Killing هي انه الخلية بتتعرف على سوري بتشبك سوري Natural Killer Cell بتشبك على خلية فيها مشكلة سواء كان كان جواتها فيروس ولا كان جواتها يعني فيها تيومر ولا شو ما كان المهم انه Natural Killer Cell ارتبطت مع هيا خلية وحقت انتي وضعك سيء وصار لازم تنقتلي فإش اللي بتكون عملته ارتبطت وبلش عندي Signaling على أساس Natural Killer Cell تطلع بروتينات جدا مهمة أول بروتين هو رح يكون Perforine هذا الperforine عبارة عن Channels يعني رح تكون محطوطة بالSell Membrane تبع Target Cell على أساس انه يندخل فيها انزيمات تقتل هاي الخلية شو هم هاي الانزيمات اللي رح تقتل هاي الخلية Granzymes Granzymes بتدخل عن طريق الperforine اللي هو صار عبارة عن خزأ بالSell Membrane لما يدخل ال Granzymes جوه الCancer Cell برضو بتعملي Activation للCaspases اللي هي انزيمات بتفعل الأكوبتوسيز وبهيك الخلية بتنقتل بيصير عندي Cell Death ثاني طريقة Indirect Killing هي انو Natural Killer Cell تروح تطلع Cytokine هاي السايتوكين اللي هو IFN Gamma واذا بتذكروا بالمحاضرة الماضية حكينا انو IFN Gamma بيعمل Stimulation للماكروفيجز اللي هي هاي دول الخلال وينو الماكروفيجز اوكي لما نعمل Stimulation لماكروفيجز اللي رح يصير رح يصير Phagocytosis للمايكروب تمام وهيك بخلصنا موضوع Natural Clear Cells بلش ب خلية جديدة اللي هي Xenophylls Xenophylls اسمهم من وين جاي جاي معناته Acid Loving رح يكون فيهم حواصلات محبة للأسد يعني رح يرتبطوا مع الصبغة اللي حنضية اللي احنا منحطها لما نشوف لما نكون بدنا نشوف خلايا تحت الماكروسكوب لما كنا نشوف خلايا تحت الماكروسكوب بنكون حاطين صبغة الإيوزين وهاي الإيزينوفيل بيكون فيها Granules الجوة الجرانيولز عندي مركبات ترتبط مع هذا الإيوزين فلو شفت الإيزينوفيل تحت الماكروسكوب رح ألاقي إنه شكلها أحمر باهي بالناحية histology بس لو دقاش أشوف فيه فعليا كيف بتتصرف رح ألاقي إنه الإيزينوفيل بيقتلوا إكسترا سللالي يعني ما بيرتهموا الماكروب ولا أي إشي هم بيقتلوا إكسترا سللالي بأنهم هم بيفرزوا شغلات تقتل التارجت تبعهم طيب شو التارجت تبعهم مين هم بيهاجموا بيهاجموا لي الworms والبرسات والطفايليات وكل هدول يعني الديدان اللي ممكن يتعرض لها الجسم وبرضه بتلعب دور بالالرجي الأشياء اللي إحنا عندنا حسيات جاهها هلا الإيزينوفيل لما ترتبط مع ال-IGE اللي هو antibody مسؤول عن شغلات الparasites والحسيات وهذه الأشياء اللي بيكون موجودة على أسطح الديدان الطفيلية اللي بتدخل لجسم شوي خلينا أحكي بطريقة هذا موضوع بطريقة تانية دخل عندي warm جوة جسم أو parasite يعني كائن طفيلي هذا الكائن الطفيلي اللي بيكون ارتبط عليه antibody اللي هو IGE لما يرتبط ال-IGE هذا الحكي بيخلي الإيزينوفيل زيجه ويرتبطه على هذا antibody طيب أول ما الإيزينوفيل ارتبطه مع antibody اللي هو مرتبط معه warm إيش بيكون صار عندي ببلش عندي degranulation يعني الإيزينوفيل بتبلش تفرز المركبات اللي موجودة جوه وحواصلاتها لما يطلعوا ال-Granios دولا بيعملوا damage لـ warm وبيقتلوها تانية وظيفة زي ما حكينا هي ال-Alergy هلا أنا أساسا لما نيجي انهاجم الطفيليات اللي هي خلينا نحكي ال-Anti Helmethic Activity المنثك معناها طفيلي يعني أشياء طفيلية و-Anti Helmethic Activity يعني نشاطات الجسم المضادة للطفيليات كتير في عندي انزيمات مضادة للطفيليات وهدولا أغلبهم يكون موجود بالإيزينوفيل بس في عندي انزيم معين خاص بيكون بالإيزينوفيل وجدا سام للديدان هذا ال-Enzyme وهي المركب ايش اسمه Major Basic Protein اوكي هي خلصنا الإيزينوفيل خلينا نبلش بالنوع الأخير من ال-Inate Immune Cells اللي هم ال-Basophils وال-Mast Cells هدولا الاسمين نفس الشغلة بس وحدة بتتحرك ووحدة لا هلا رح نشوف كيف ال-Basophils أو المast cells عبارة عن Granulocytes يعني برضو فيهم احنا ويصيلها هدولا جواتهم رح يكون Acidic Proteoglycan اوكي هذا ال-Acidic Proteoglycan لما نروح نصبغي الخلية بصبغة قاعدية زرقة بتروح بترتبط فيها ولو أشوفها تحت المايكروسكوب رح ألاقي إنه هاي الخليج كيف شكلها أزرق اوكي لو أطلع على ال-Nucleus تبع ال-Basophils أو المast cells رح ألاقي إنه Lobed Nucleus اوكي وممكن إحنا حتى بالحيستولوجي كنا نسمي S-shaped Nucleus يعني شكله زي ال-S بيجي وفيه جوات حويصلات Large وCourse يعني في عندي Course وFine يعني Course بتكون زي خلينا نقول مش مش عارفة مش ملس يعني الحويصلات مش ملسة أوكي مش عارف إذا هاي كنما صحيحة بس يعني نتمنى تكون وضحة للفكرة أوكي فخلايا فيهم Acidic Proteoglycan لل-Nucleus تبعهم Lobed وبيكون هم Variable اللهم أكتر من شكل هذا ال-Nucleus والحويصلات تبعيتهم بتكون Large وCourse لما أجي أصبغ هاي الخلية بال-Base المثلين Blue بيجو هذا الأسد ترتبط مع الصبغة وبيطلع شكله تحت المايكروسكوب أزرق مجموضة ناسة بدينا نحكي في عندي Bezo-Vezo-Mast cells شوفوا رأبناتهم المast cells هي الخلايا الثابتة مكان واحد اسمها C-Sile يعني ثابتة مكان واحد أما ال-Base cells هم الخلايا اللي بيكونوا عم بيمشوا بالدم وبدوروا بالجسم تمام طيب المast cells هدول اللي هم ثابتين برضو في منهم نوعين نوع رح يكون بال-Connective tissue ونوع رح يكون بال-Mucosal المast cells اللي هم بالأسطح اللي فيها Mucosal الميبرينز زي يعني النوز خلينا نحكي الجهاز التنفذي والجهاز الهضمي يعني رح يتصرفوا ال-Baseophils وال-Mast cells خلينا نقول رح يتصرفوا بالحسسية يعني بيلعبوا دور كتير مهم بالحسسية وهم بيحتاجوا هدول الميكوز المast cells بيحتاجوا انه T-cells هي اللي تفعلهم وهي اللي تحكي لهم انه يفرزوا محتويات الحويصيلات اللي فيهم يعني عملية افراز الحويصيلات افراز مكونات الحويصيلات بال-Mast cells عشو بتعتمد بتعتمد على T-cells اوكي هلا المast cells دي granulation و افرازهم لها المедиators اللي هما بالاخص يعني ال-acetic granules بتساعد ال-inflammatory cell response وبتساعد ال-allergy يعني هي رح تلعب دور B ال-inflammatory cell response لما يطلع عندي هستامين ويصير عندي الساينز اللي حكينا عنها بال-inflammation انه ال-swelling وال-redness وال-pain والهيت وكل هاي الأشياء وبرضه بتلعب دور بال-allergy يعني المast cells رح يطلعوا يعملوا يطلعوا مكونات الحواصلات فهذا الاشي بيلعب دور بال-inflammation وبال-allergy هلا المast cells فيهم two receptors اللي بيكونوا عم بيعملوا رد فعل لل-degranulation واحد منهم اللي هو high affinity IGE receptor هذا بيكون بيعتمد على انه الخلية ترتبط بال-antibody اللي هو ايش سمو IGE تاني نوع من ال-receptors ما بيحتاج IGE بيحتاج ال-complements اللي هم C3A وال-C5A اوكي دور receptors for anaphylatoxins اللي هم anaphylatoxins اللي هي سموم اللي بتعطيني يعني سموم رد فعل حسية ان شاء تكون متحضر البكرة اللي مش عارفة طب نيجي نطلع بالأخير هلا بدنا ننتهي من موضوع الخلايا رح نشوف ايش هي نسب هذول الخلايا اللي حكين عنهم اليوم بالدم رح ألاقي انه الليمفوسايت اللي هم T-cells والB-cells وال-natural care cells بيكونولي 30% من الخلايا الدم البيضاء اللي بالدم اوكي ال-T-cells هي 60% من الليمفوسايت ال-B-cells 30% من الليمفوسايت اما ال-natural killer cells بوساطهم 10% من الليمفوسايت هلا اه اللي ما اجي اصف T-cells وال-B-cells بحكي انهم high nucleus to cytoplasm ratio يعني ال-Nucleus ما اخد وسع كتير كبير بالخلية اما ال-natural killer cells لا ما بيكون ال-Nucleus ما اخد وسع كتير فرح احكي انه low nucleus to cytoplasm ratio وبرضه هو granular اوكي بعدين عندي المونو نيو 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 خلايا الدم البضاء اللي بتدم واخر شغلة اللي هم الخلايا اللي فيهم هوي صلات الثلاث انواع neutrophils xenophils وبازوفils الـ Neutrophils هم اكتر نوع رح يكونوا 62% اوكي xenophils 2.3% وبازوفils 0.4% اوكي يعني 0.4% هاد بالنسبة لخلايا ال-Innate immune system بنا نبلش بالجزء التاني من المحاضرة اللي هو organs of the immune response مين هم الاعضاء اللي بيرعبوا دوري كتير مهم بالجهاز المناعة عندي primary lymphoid organs وسكندري lymphoid organs primary lymphoid organs هم تين البون مرو والثايمس البون مرو هو المكان اللي بينتج منه كل خلايا المناعة الثايمس هو المكان اللي بتصير فيه differentiation للتي سلس والمكان اللي كتير مهم بال-adaptive immune system عشان أنا التي سلس لعشان يصير لها عشان تتعرض للانتجن وتكبر وتتعرف عليه ويصير maturation هذا رحكي وين بيصير كلياته بالثايمس فهو اشي برايمري وجده مهم بعد عندي secondary lymphoid organs هاي رح تكون قاعدة عم بتحافظلي على الليمفوسايتس اللي طرهم يعني maintain mature نييف ليمفوسايتس وبرضو هم المكان اللي بيشتغل فيه adaptive immune response السكندري lymphoid organs اللي هم الليمفنود تمام اللي هم العقد الليمفاوية والtonsils اللي هم اللواز والpyrus patches هاي عبارة عن اشي طويل بس هم عبارة هن تقريبا زي عقد موجودة عند الانتستاينز السبلين اللي هو الطحال adenoids برضو اللواز والskin كلياتهم هدولا يعتبروا secondary lymphoid organs اوكي هلا secondary lymphoid organs هم المكان اللي بيصير فيه عندي lymphocyte activation اللي بتتفاعل فيه ال b cells وال t cells يصيروا mature ويبلشوا يعملوا adaptive immune response اوكي خلينا نحكي اكتر عن primary immune organs اللي هم حكينا عنهم bone marrow والثامس البون marrow شو وظافه bone marrow هو المسؤول زي ما حكينا رح يكون فيه الhematopoietic stem cell يعني هو اللي بيطلع منه الخلايا الدم البيضاء leucocytes وبرضه بيصير فيه ال b cells maturation والhematopoietic stem cell زي ما حكينا انه هو اللي بيكون خلايا الدم هلا الhematopoietic stem cell هاي عملية صنع الخلايا الدم بتبلش بال childhood بالبداية بتبلش بال childhood بال bommer وعشان خلايا الدم و احنا embryos يعني احنا يعني basicly fetus بتكون عم بتصير باليوكساك والمزنقين بعدين الواحد بنولد شوي بتصير وين انا مش عارفة كيف الخطوات او متى هاد و متى هاد بس المهم انه بالبداية الخلايا الدم بتكون عم بتتكون باليوكساك والمزنقين بعدين بتصير تتكون بالليفر والسبلين وبالاخير لما الواحد يوصل بيوبرتي او اللي هي يعني ببداية childhood بصير الهيماتو بيسز مكانها البون مرو اوكي هلا هاي البون مرو يعني خليني نحكي الهيماتو بيسز الماكسمم بتكون in adult age لما الواحد يكبر بتصير في عندي عملية الهيماتو بيسز بتوصل الماكسمم طيب وين اكتر مكان بلاقي فيه البون مرو بال sternum عظمة صري عظمة القص الفرتبرا الياك بونز والربز هلا بحال صار انه مشكلة لو الواحد صار عنده نزيف كتير وصار فيه excess demand لا خلايا الدم وصار عندي excess demand للهيماتو بيسز اللي رح يستلم الموضوع هو الهيماتو بيسز رح يساعده مش يستلم رح يساعده البون مرو وهذا الحكي بسميه extra ميدالري هيماتو بيسز تمام ثاني primary organ هو الثايمس والمكان اللي بيصير فيه T-cell maturation واللي بتكون فيه T-cell antigen receptors اوكي طيب نحكي اكتر عن البون مرو نطلع عليه من ناحية هستولوجي نشوف شو المكونات طبعته البون مرو مكون من جزئين الريد مرو واليالو مرو الريد مرو هو المكان اللي بينصنع فيه الخلايا الدم الخلايا الدم يعني مينلي بيكون هيماتو بييتك النسيج اللي رح يكون الدم الريد بلوتسلز والبليتلتس واغلب الويت بلوتسلز بيطلعوا من الريد مرو طيب الريد مرو هدا وين موجود بيكون رح ألاقيه بالفلات بونز زي مثلا البلفس السترنم الكرانيوم الربز والفيرتبرا والسكابيولا وبرضه ممكن ألاقيه ببعض الريد مرو بس وين بالأبيفيجيال يعني هون بالنهايات من فوق و تحت اوكي اللونج بونز اللي هما زي الفيمر والهيومرس هدا بالنسبة للريد مرو المكان اللي بيتكون فيه خلايا الدم بعد عند اليالو مرو اليالو مرو هدا بيكون أغلبه عبارة عن فاتسلز يعني مش كتير بيعابو دوري كتير مهم أساسا الواحد لما ينولد بيكون أغلب البون مرو بجسمه ايش اسوري مش أغلب كل البون مرو بجسمه رد يعني كل المكان اللي هو مستلمه وانا بسميه بون مرو رح يكون قاعد عم يصنعلي خلايا دم اوكي بس مع الوقت بنصير احنا مش عم نحتاج هالقدة فبصير اغراجوالي البون مرو يتحول ل يلو تايب بصير تحوله ل فاتسلز اوكي ولعبين ما نوصل للبلوغ بيكون صار نصف البون مرو رد ونصه التاني يلو اوكي طيب وين موجود هذا اليلو مرو رح ألاقي بالهولو انتيريير اوه سوري اوكي في عندي لونج بون هذا اللونج بون في جزء فوق وجزء تحت وبعدين اشي بالنص هذا من النص اللي بسميه دايافسيس صح هلا بالدايافسيس في عندي فراغ في عندي هولو انتيريير يعني داخله تقريبا فاضي او يعني يعني من بدر احكي انه فارغ شوي وهنا رح ألاقي اليلو مرو بحال صار عندي بلود لوس اليلو مرو رح يتحول لريد مرو على أساس يساعد ويزيد الهيماتو بيسز البلود سيل برودكشن بعدين في عندي الاسترومة هاي الاسترومة هي اي نسيج تاني رح يكون ما ما بيلعب دور ب البلود برودكشن اوكي زي الفيبرولاست الاستيوكلاست والاستيوكلاست كل هدول الشيء تمام هاد بالنسبة لالبوم مرو نحكي عن تاني اورغن برايماري يعني برايماري اليمفويد اورغن اللي هو الثايمس الثايمس لو بدأ اجي احكي بالاناتومية تبعته يعني كيف شكله وين موجود رح الاقي انه الثايمس عبارة عن two identical lobes يعني هما فصين متشابهين او يعني خلين نقول مش متشابهين بس متطابقين ورح يكون موجود in the anterior superior mediastinum المediastinum هو منطقة الصدر اللي فيه القلب اوكي والثايمس بيكون فيه القلب والثايمس وهو موجود لو دلائم مكانه رح يكون فوق او قدام الheart in front of the heart قدام القلب وورا للسعنم هنا تمام هلا الثايمس اجلاند ايش مراحلها بالحياة رح تكون شوي شوي قاعدة بتكبر هو شخص بشايلده يعني بسنين طفولة بتكون عم تكبر شوي شوي لما نوصل لبروبرتي خلص بصير انه مش كثير لها دور مهم فبتبلش تصغر 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 على اساس انه الجزء الفعال من الثايمس بلش يقل اساسا هي بتظلها تشتغل بس بيكون شغلها صار اقل بتصير وظائفها اقل فعشان هيك بتصغر اوكي هلا الثايمس لو اجي اوصفه رح احكي انه فيه ريتش فاسكولر سبلاي كتير فيه حوالي يعني خليني اقول اوعية دموية اساسا هو جنب القلب الزب فاكيد انا رح يكون ريتش فاسكولر سبلاي وبرضه بيطلع منه بيجي له أوعية لنفاوية من العقد الليمفاوية اللي جنبه اللي هما بالميديا ستاين لنفنوز هلا الثامس اجي احكي من ناحية امبريولوجي انه الواحد جنين كيف بيتكون هادا الثامس رح يكون بطلع من اللي هي واحدة من الطبقات بالامبريو ب امبريولوجي امبريولوجي اوكي وهنا اهجو زي صراح ما اتوقعش انه ادقى عليها فيعني بلاش نضيع وقتنا عليها اوكي هذا بالنسبة للاناتومي تبعت الثامس اما حوالي فايبروس كابسول زي هيك اوكي رح يكون حوالي فايبروس كابسول وهو منظم لا اكتر من لوب زي ما قلنا بيكون اكتر من اه اه لوب يعني فصل خلاني نحكي و اه كل لوب من الثامس فيه الو كورتكس اللي هو الجزء الخارجي والجزء اللي فيه خلايا اكتر و ميدالة الميدالة هي الجزء الداخلي و خلايا فيه اقل تمام فهاي فيه عندي كورتكس جواتها ميدالة هذا اللوب فيه كورتكس وجواته ميدالة الكورتكس هو اللي برا والخلايا فيه اكتر والميدالة هو اللي فيه الخلايا اه طيب شو هم الخلايا اللي بلاقيهم موجودين بالثامس اه اولا رح ألاقي اغلب المتشور تي سالز وموجودين بالكورتكس المتشور هدول ثايموسايت اوكي و لما يصير لهم ماتشوريشن لوين رح يروحوا للميدالة بعدين يمشوا بالدم برضه رح ألاقي بالثايموس ابيثيليال سالز هاي هون ابيثيليال سالز سري كورتك البيثيليال سالز وهيك هدول بيكونوا بيسيكلي يعني زك انه بيساعدوا بالماتشوريشن تبع على أساس يصير لهم ديفرينشييشن و اكتيفيشن فأنا بيكون بيحتاجهم يكونوا موجودين بالثايموس هلا برضه بدأ أحكي عن شغلة اللي هي الديجورج سندرام الديجورج سندرام اللي بيصير هو خلال جيني في تكوين يعني في واحدة من مراحل التكوين الامبريو اللي هي الديولوبمينت أو ثيرد برينجيال باونج هون بيكون تكوين الثايموس فيه مشكلة يعني impaired ثايموس و برضه بيكون فيه مشكلة بالparathyroid gland هذا الحكي شو اللي بسبب بسبب انه التي سلز يكونوا قلال ويكونوا ما عم يتصرف بطريقة صحيحة طيب هاي زي ما حكينا الشكل الثايموس رح يكون موجود هو two identical lobes و موجود in front of the heart وفيه cortex ومدالة وكل هذا الحكي طب نيجي نطلع على secondary lymphoid tissues secondary lymphoid tissues هم lymph nodes spleen و mycoso associated lymphoid tissues lymph nodes بيكونوا عبارة عن عقد متجمعة يعني باماكن معينة زي groin armpits وال neck وبرضه موجودين حوالين الامعاء وكل فكرتهم انه رح يجمعوا يعني collect antigens from tissues الانسجاب تتعرض لانتيجنز ودول الانتيجنز بيروحوا يعني سوري يعني بصروا لهم collection وبيوصلوا لل lymph nodes على اساس انه يصير activation ل adaptive immune system برضه عندي ال spleen يعمل نفس الفكرة collection ل الانتيجنز from the blood stream زائد يعني فيه الوضور بالدم يعني بعدين رح نحك عنه بعد اخر lymphoid tissue هي الميكوز associated lymphoid tissues عبارة عن يعني تجمع ل خلايا يعني خلايا lymphoid بيكونوا وين موجودين عند خلينا نقول الاجهزة اللي كتير بتتعرض ل الاشي الخارجي زي الجهاز التنفسي جهاز الهضمي اليوروجينتال تراك فدولا كلياتهم انا بكون بحاجة بما انهم كتير بيتعرضوا لاشياء خارجية وباثجنز بكون بحاجة انه يكون فيهم lymphoid tissue فبيكون عندهم يكوز associated lymphoid tissue وال small intestine بالذات فيه بكون حوالي lymphoid tissue منظمة بطريقة معينة وهدول بسميهم piers patches اوكي طيب نبلش باول secondary lymphoid tissue اللي هو lymph nodes او عموما يعني lymphatic system هدولا ايش وظيفتهم كل الفكرة من الموضوع انهم هم رح يجمعوا لي الانتيجنز اللي بيتعرض لها الجسم من خلينا نقول مداخله اللي هي الجلد الجهاز الهضمي جهاز التنفسي هون رح يصير فيه عندي تفعيل ال adaptive immune system وحنا حكينا كيف بتفعيل ال adaptive immune system ال innate cells بيجيبوا الانتيجن بروح يفرجوا لل T cells والB cells على اساس انهم يتفعلوا ويبلش عندي ال adaptive response فعشان هيك هذا هو المكان اللي رح يصير فيه lymphocyte activation تمام طيب كيف شكل lymph node لو اطلع رح ألاقي انه lymph node عبارة عن cortex paracortex و medulla cortex فيها primary foricles secondary foricles هاي primary foricles وهنا secondary foricles secondary foricles فيه جواه germinal center طيب شو هو هاد germinal center germinal center عبارة عن stimulated B cells B cells يتفعلوا اوكي يعني يتعرضوا لانتيجن وبلشوا يتحولوا وبلشوا يتحولوا لبي سوري لمموري B cells ولا بلازما cells اوكي هدول stimulated مجهور B cells اللي انا بلاقيهم في secondary follicles هون وبالاخص بالجر من center رح يبلشوا يتحولوا لبلازمة cells على اساس انهم يطلعوا antibodies ويتحولوا لمموري B cells على اساس ان الجسم يكون عارف يتعامل مع الانتيجن لو شافوا كمان مرة هاي بالنسبة للكورتكس اما البركورتكس هو اللي رح يكون فيه تي المفوسايت والماكرو فيجز هايو هون البركورتكس هلا الثيسل يكونوا عم بيجوا لا العقدة اللي المفوية اللي هي اللي بيكونوا عم بيجوا للنود عن طريق فنيول معين عن طريق وعاء دموي معين اسمه high endothelial venules high endothelial venules اخذناها بالهستولوج حكينا عنها اكتر بس كل الفكرة انه الاندوثيل اللي المتبعها بيكون كبيرة شوية يعني ما بيكون يعني نوع الخلي بيكون مختلف اوكي هلا لما يصير activation لهاي T-cells رح يصير عندي lymphoblast يكونولي مستعمرة T-cells كل المستعمرة هاي بتكون مستعدة انها تواجه specific antigen وهونا بيكون صار عندي ايش تجهيز وهي واحدة من خطوات ال adaptive immune system اوكي هلا activated T-cells هذولا اللي يعملوا proliferation وبلشوا يتكاثروا وعملوا مستعمرة كاملة عملوا a whole clone of T-cells بروحوا شو عند ال circulation وبيوصلوا لل peripheral sites وحاولوا يروحوا على inflammation site بدلا عندي المضلة بالاخير المضلة اللي هي هنا الجزئية بيكون كتير فيها large blood vessels زي ما احنا شايفين بيكون الوضع كبير هنا وعم بيكونولي antibodies اوكي هاي بالنسبة لها شكل lymph nodes اخر اشي هو lesplein lesplein هذا عبارة عن ايش عبارة عن عضو وزنه 150 جرام موجود بوين left upper quadrant لو احنا بنقسم abdomen بس نقسمه لها 4 4 وهو رح يكون بالربع على الشمال من فوق left upper quadrant اوكي lesplein هو اللي بيكون فيه immune response against blood born antigens الantigens اللي بتواجهها بال blood زي شوية يعني زي الملاريا والهيباتايتس اللي هما بيكونوا عموما يعني بيكونوا بالدم اوكي هلا lesplein لو بدي اجي اطلع عليه histologically يعني تحت المايكروسكور رح الاقي انه فيه اله white pulp اجزاء هيك بتكون بيضة شوية بتكون داخرية و red pulp اللي هو مقوم ثلاث اشياء رح يكون فيه follicles ممكن افرجيكم هون صورته احسن رح يكون فيه follicles هيك جزء كبير اوكي و مكان بيكون متجمع فيه T-cells اللي هو اسمه peri arteriolar lymphoid sheath pulse هذا المكان اللي بيكون حوالين ال artery ال artery اللي هي داخلة على spleen بيكون في حواليها منطقة كاملة بيكون متركز فيها T-cells بعدين عندي زي محكينا follicles بيكون فيها B-cells وبرضه عندي marginal zone هاي منطقة رح تكون بين white pulp بين الجزء الابيض والداخلي من ال spleen والجزء ال red pulp الجزء الخارجي من ال spleen اوكي طيب هذا الجزء الخارجي من ال spleen ايش وضعه هذا رح يكون فيه ال spleenic artery رح يكون فيه vascular sinusoid اللي هي اماكن فيها دم يعني شفو شوي خلايا وفيه splenic vein اوكي وهو الجزء المهم انه بيكون فيه old erythrocytes يعني خلايا دم حمراء خلص تقريبا قربت لنهاية حياتها و macrophages هذا هو ال red pulp هو المكان اللي تدمر فيه لل red blood cells وهذا هو ثاني function من ال spleen احنا حكينا هو بيلعب دور ال immune response ضد blood born antigens وبرضه هو بيهاجم سري يعني بيدمر old red blood cells هلا the splenic artery زي اللي هو الارتري لل spleen بيدخل على red pulp عن طريق ايش سمو يعني زي خلين نقول يعني شبكة من الاوعية الصغيرة اوكي وايش ببلش يطلع وهنا بيكون يعني دم ما بيكون مرتبط تماما بالvein اوكي وديش نشوفه هنا زي الارتري بيكون مرتبط تماما بالvein على اساس ايش انه الانتيجن تكون blood born تنحبس بالخلايا تنحبس حولين الخلايا هون اوكي يعني بتنحبس بهاي المنطقة ولما تنحبس بهاي المنطقة بيكون في الجسم والخلايا المناعية الها وقت اكتر انه اتهاجمهم اوكي لعبانا برضو هما بيطلعوا من يعني بعد ما خلاص نكون دمرناهم بيروحوا عن طريق الاسبلينك فين اوكي الاسبلين ما رح الاقي انه اللي يقول المفاتيك فسلز المفاتيك فسلز اللي هي الاوعية المفاوية اللي هما دولة الخضر بهذا الشكل رح الاقي انه ما في منه يعني ما بيطلع اه ما رح ما رح يدخله لمفاتيك فسلز اوكي ها بالنسبة لشكله للاسبلين نجي بالاخير نحكي عن مظائف الاسبلين الاسبلين هو المكان المين سايت يعني ل قتل المايكروبات اللي بتكون في حواليها انتيبوديز هو برضو المكان اللي منحطم فيه ال ريد بلوت سلز اللي تدمرت او اللي هي صارت كبيرة وغير هيكا هو المكان اللي بصير فيه تخزين لل ريد بلوت سلز وخلايات ده من بيضاء او الليمفوسايتس بالذات اللي هما تي سلز والبي سلز هذا الاشي ايش معنى انه الاشخاص اللي ما عندهم سبلين رح ألاقي انه كتير معرضين لإصابات وإنفكشنز من بكتيريا معين اللي هما بيكونوا انكابسوليتد هدول انكابسوليتد بكتيريا زي النيومو كوكاي وال مينجو كوكاي مش عارف اذا عم بحكيه صح بيكونوا الاشخاص اللي معنى دهم سبلين كتير معرضين لإصابة من هدولا الانواع البكتيريا اللي بيكونوا انكابسوليتد ليه؟ عشان عموما هاي الارغنزمز هاي البكتيريا الطريقة تخلص الجسم منهم هي الوبسونيزيشن والفاكوسيتوسيس هالوبسونيزيشن والفاكوسيتوسيس ما بتكون شغالة مية بالمية عند الاشخاص اللي ما عندهم سبلين يعني الاسبلين بيعب دور كتير مهم بانه يخلي وظيفة الوبسونيزيشن والفاكوسيتوسيس منيحة وكاملة اذا الشخص ما عنده الاسبلين رح يكون نو قادر يعمل اوبسونيزيشن وفاكوسيتوسيس صح فرح يكون معرض للإصابة من البكتيريا اللي انكابسوليتد اللي هي بتحتاج زي الليوموكوكايل منانجو كوكاي اوكي فها هي كل فكرة الاسبليين فانشن وبهاكا منكون خلصنا المحاضرة وخلصنا حاكية عن ال اليمفويد ان شاء الله يكون كل شي وضح واسفة هلأ دي طولت بالمحاضرات انا كتير هم بطول بمحاضرة وصيفة فعليا يعني الاسلايد اساسا يعني كل المحاضرات ساعة ونص يعني وقتهم الطبيعي يعني أنا أسفعت أخي إن شاء الله يكون كل شيء وضيح ويعطيكم ألف عثية وبالتوفيق